بسم الآب والابن والروح الكدوس قريبها الواحد أمين حالا لنا ماتوا بركتمنا الآن وإيا الأبد إلى ظهر الدور كلها أمين الموضوع اللي نتكلم فيه النهاردة هو دراسة كتاب عن رموز ونبوات عن الروح الكدوس لو تفتكروا نحن من كم أسبوع كده قبل عيد القيامة كنا أخذنا عن برضو نبوات عن السيد المسيح وعن الميلاد فحلو أن احنا نغوز كده في الكتاب المقدس ونفهم ونعرف عن الروح الكدوس الرموز والنبوات عن الروح الكدوس يعني آيات اتذكرت سواء في العهد القديم أو العهد الجديد عن حاجات تشبه الروح الكدوس تشبهه في إيه؟ في عمله تشبهه في عمله في كتاب المقدس فيه تشبهات كتير وفيه رموز كتير علشان تقرب لنا المعنى فالروح الكدوس ليه رموز كتيرة في العهد القديم فأنا عايزكم في الأول كده تقولوا إيه الرموز اللي تعرفوها عن الروح كدوس في العهد القديم أو العهد الجديد سألها تقولي واحدة بس واحدة بس أيوة وانتي قاعدة يا رادي المية خلاص نحن قلنا واحدة بس يرمز بالمية ايه خلاص فالمية من ضمن رموز الروح كدوس فيه حد ورا نعم قاعدة هيجيلك المايك عشان الناس معك شكرا بيقولي 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 السمع الروح الكدوس في هنا سألها وانتنا واحدة المية المية من ضمن الحاجات اللي بترمز للروح الكدوس الحمامة 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 من الرموز الروح الكدوس ايوة الزيت النار النار ايه ثاني المسحة ما كانوا بيمسحوا الكهنة الزيت ايه ثاني الروح في كتير انت قلتوا المية وقلتوا الزيت وقلتوا النار وقلتوا الحمامة ما اللي هو النار ما اللي هو النار ايه ثاني ايوة الريح بالزبط الريح بالزبط الريح من ضمن الكلمات اللي تذكرت عن الروح الكدوس وعمل الروح الكدوس نعم المطر صح بالزبط ايه ده يداخد الجائزة كتير قالت اثنين واثنين صعابين قالت اثنين صعابين المطر او الندى المطر او الندى برضو من ضمن الرموز اللي تذكرت عن الروح الكدوس في تاني نقولهم تاني المية والنار والزيت والحمامة والمطر والريح لسه فيه تاني ايوه لو انهار تبع الميا تبع الميا ولولدقة تبع النار فيه واحدة تاني عمود النار اللي هو النار صح النار وفيه الختم 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 من دمن الكلمات اللي اتذكرت عن عمل الروح القدس طيب هناخد واحدة واحدة يمكن مدرش نخلصهم كلهم النهاردة لكن هناخد ايه بنقدر عليه زي ما انا قلت انه الرمز بيورينا او بيعرفنا عمل الروح القدس فالميا بتعمل ايه بتغسل وبايه وبتروي وبتروي مش كده واحد عطشان بتروي وبتناخر وبتناخر و ايه تاني وهو التناخر يعني اتناقي يعني وبتجدد والميا لازمة علشان يبقى فيه ثمر كده ماينفعش شجرة تجيب ثمر من غير المياه وهو ده بالزبط عمل الروح القدس طيب هناخرد بعض شوية ايات عشان ايه نهاردة كله ايات عشان نهاردة نخش شوية في الكتابة المقدسة الميا في يوحنى 3 خمسة اجاب يسوع الحق الحق اقول لك كان بيكلم مين هنا ايكوديموس ان كان احد ليولد من الماء والروح لا يقدر ان يدخل ملكوت الله واحد يولد طب الماء والروح يعني دولا حكتين مع بعض غير بعض يعني المياه حاجة والروح حاجة هنشوف بعد كده وفي يوحنى 7 38 39 من امن به كما قال الكتاب تجري من بطنه انهار ماء حي قال هذا عن ايه عن الروح يبقى الروح انهار ماء حي الذي كان المؤمنون به مزمعين ان يقبلوه لان الروح الكدس لم يكن قد اعطيه بعد لان يسوع لم يكن قد مجده بعد اول حاجة الماء يناقي مش كده الواحد اللي محب يغسل حاجة يغسلها بالماء لم يكن قد يغسل مثلا ايده بالجوس مثلا ولا بأي سائل تاني الماء هي اللي بتناقي وده اللي تذكر عن الروح الكدس في كذا النبوة في العهد القديم وفي كذا آية في العهد الجديد مثلا عن الروح الكدس وعمله اللي هو بطهر الإنسان النبوة اللي تذكرت في حسقية ربنا كان بيكلم حسقية عن النفس المدوسة بدامها اللي هي يعني مثل الطخة قوي بالخطية وفي نجاسة فيقول فحمامتك بالماء حمامتك بالماء الماء هنا يقصد به الروح الكدس عمل الروح الكدس في الإنسان اللي هو بيقود إلى التوبة ويقود إلى مغفرة الخطايا وبالتالي يقود إلى النقاوة فحمامتك بالماء وغسلت عنك دمائك ومساحتك بالزيت وبردو الزيت هنا والآية دي ممكن ناخدها أيضا نبوة عن سرين في الكنيسة المعمودية والزيت اللي هو مسحة الروح الكدس فالماء يناقي الروح الكدس بيناقي عمل الروح الكدس في الفينان هو إيه؟ يقودنا إلى التوبة علشان نكون في نقاوة وطهارة وفي حسقية ستة وتلاتية خمسة وعشرين برضو يتكلم عن عمل الروح الكدس اللي بيطهر ويناقي وأرش عليكم ماء طاهر فتطهرون من كل نجاساتكم ومن كل أصنامكم وطهركم في العهد الجديد بولس الرسول تكلم أيضا عن عمل الروح الكدس في الكنيسة طبعا كلكم تحضروا أفراح والأفراح ريمندولا يعني ايه؟ كتشغلة كتير قوي لغاية الصيام فبدأ قرأ في سر الإكليل اللي هو جزء من مسألة أفاسوس إصحاح خمسة يقول لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة فغسل الماء هنا أيضا بيرمز إلى عمل الروح الكدس يمكن في الثلاث آيات دولة هي بتشاور قوي على سر المعمودية الماء اللي في سر المعمودية اللي الماء ديت بتطهر بالروح الكدس وبالتالي اللي بيخش فيها هو بيتولد من جديد بيتولد ناقي بدون خطية وطاهر وفي عبرانيين عشرة وعشرين يقول أن يتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير ومختسلة أجسادنا بماء الناقي يعني إذا كان القلب فيه شر ممكن الروح الكدس اللي هو هنا المية يخسل يخسل يقوله نختسل أجسادنا بماء الناقي فأول حاجة الروح الكدس هو رمزه الماء أول حاجة عمله الماء يناقي والروح أيضا يناقي ويخسلنا ويطهرنا بداية بالماء عمودية وفي بقية حياتنا بيرشدنا إلى الطوبة والنقاوة الماء يخص بالحياة يعني مفيش حياة من غير مية كبشر مفيش بشر يقدر يعيشه من غير مية وبالتالي الحياة مش تستمر لو مفيش مية وأجدا على مستوى الزروع والنباتات أيضا ما فيش زروع تجيب ثمر من غير مية وده عمر الروح الكدس فينا لا يمكن الإنسان المسيحي يكون في حياته ثمر من غير ما الروح الكدس يعمل فيه وإحنا عارفين كلنا غلاطية خمسة كام اللي فيها ثمر 22 اللي فيها ثمر الروح الكدس فرح وسلام وطول أنام حاجات كتيرة فمثلا في مضمور أول مضمور دي نبوة عن عمل الروح الكدس فينا إنه هو لما يعمل فينا وإحنا نسمع صوت الروح الكدس يكون لنا ثمر فالمضمور الأول يتكلم عن إيه؟ عن الرجل الذي لم يصلك في مشهورة المنافقين وقالين يقول إيه كل ما يصع ينجح فيه طب يبقى عمل زي إيه؟ عمل زي شجرة مغروسة جاري المياه إيه بقى جاري المياه هنا؟ إيه ما جاري المياه هنا؟ الروح الكدس عمل الروح الكدس في حياتي فأنا كإنسان مسيحي أنا عمل زي شجرة لو ما كنتش مغروس مغروس في مجاري المياه يعني مغروس في عمل الروح الكدس مش يبقى فيه ثمر وتعطي ثمرها في أواني وورقها لا يزبل وكل ما يصنع ينجح فالإنسان مسيحي ينبغي أنه يكون مغروس عند مجاري المياه اللي هو عمل الروح الكدس في أشعية سبع وعشرين ثلاثة برضو يتكلم عن الكنيسة وعن النفس البشرية وإنه إزاي تأتي بثمر يقول أنا الرب حارسها أسقيها كل لحظة ربنا بيسقينا كل اللحظة بإيه؟ من خلال إيه؟ خلال روح الكدوس من خلال روح الكدوس العام الجوانا بيسقينا كل لحظة لألا يوقع بها أحرصها ليلاً ونهاراً في أشعية سبع وعشرين ستة برضو يكمل يقول في المستقبل يتأثر يعقوب يظهر ويفرع إسرائيل ويملؤون وجهه المسكونة ثماراً الثماراً جات من أين؟ جات من الآية القبليها الآية ثلاثة عشان ربنا بيسقيها كل لحظة فإذا ما كانش عمل الروح الكدوس جوايا اللي هو زي المية موجود في حياتي ما فيش ثمر ما فيش ثمر في حياتي يحن 4-14 يقول ولكن من يشرب لما كان يتكلم مع مين؟ يسوع يحن 4 مع المرأة السامرية وكلمها وقال لها كل من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد ينبع ماء ينبع ماء ينبع إلى حياة والحياة دية تنتهي لحياة أبدية ليس كده؟ إذا عمل الروح الكدوس فينا يجعل فينا حياة الشجرة الدبلانة نسميها شجرة إيه؟ ميتة والشجرة اللي فيها ثمر هي الشجرة اللي فيها حياة آية حلوة عايز بردو نتكلم فيها مع بعض أشعية 44-43 أشعية 44-43 يقول لأني هنا يتكلم دي نبوة عن الروح الكدوس وعن أن ربنا هيسكب روح الكدوس على المؤمنين يقول لأني أسكب ماء على العطشان مين اللي هنا بيتكلم ربنا؟ فربنا بيقول هايجي وقت هسكب ماء على العطشان الماء هنا إيه؟ الروح الكدوس ومين العطشان؟ إحنا كلنا صرنا عطشانين بسبب الخطيئة وفساد الطبيعة بتاعتنا لأن أسكب ماء على العطشان وصيولا على اليابسة الإنسان قبل الخلاص كان عمز الأرض اليابسة ما كانش عمز يجيب ثمر الجميع زاغوا وفسدوا وعوزهم مجد الله ما فيش ولا واحد صالح ما فيش حد يقدر يجيب ثمر كله عمز الأرض اليابسة لكن لما تم الخلاص وربنا أرسل روح الكدوس على العطشان وعلى اليابسة بقى فيه ثمر وبقى فيه حياة أسكب روحي على نسلك وبركاتي على زريتك فيندتون بين العشب مثل السبصاف على مجال المياه وهنا فيه كذا حتة حلوة عن الروح الكدس وعمله أول حاجة بيقول ينزل زي السيول عارفين السيول في قوتها من قوة المياه اللي نزله زي السيول يعني تهد بيوت فدي بتبين قوة الروح الكدس عامل زي المياه اللي نزله في سيل وأيضا إنه بيحل على البشر ويعطي ثمر في حياتهم أسكب ماء على العطشان مين العطشان كل إنسان عايش بايد عن ربنا يبع عطشان ويسجول على اليابسة مين الأرض اليابسة برضو كل إنسان بايد عن ربنا لما الروح الكدس ينزل عليه ينزل عليه زي السيل بقوة فبالتالي هيكون فيه بركة ويكون فيه نسل وفيه زرية المياه أيضا بتجدد المياه ايه بتجدد هي برضو شبيهة بموضوع الغسل لكن بتجدد وبردو لما يكون فيه شجرة الرب التموت ممكن يحيوها بإيه يسقوها جامل يسقوها يسقوها فإيه يكون لها حياة من جديد أشعية واحد واربعين سبعتاشر وثمانتاشر البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد مين البائسون والمساكين ده حال الإنسان قبل مجيء المسيح إيه اللي حصل فيه اللي حصل فيه إنه الطبيعة بتاعته فسدت قتيجة الخطيئة وبالتالي ما كانش ينفع إن الروح الكدس يحل في هذه الطبيعة الفسدة فكنا مساكين وكنا بائسين كان بيحل بس في ظروف خاصة لأجل عمل عمل إلهي في الملوك والأنبياء في الملوك والأنبياء والكهنة لكن عمّة الشعب ما كانش ممكن الروح الكدس يحل فيهم ليه؟ لأن الطبيعة فسدة فكان في حالة من البقص وفي ناس مساكين طالبون ماء ولا يوجد لسانهم من العطش قد يبس يطلبوا الروح الكدس الطبيعة فسدة لازم تتجدد لازم ترجع طبيعة جديدة علشان تقدر تاخد الميا تاخد الروح الكدس البقصون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد لسانهم من العطش قد يبس لحال الإنسان قبل مجيء المسيح أنا الرب أستجيب لهم أنا إله إسرائيل لا أتركهم هتعمل إيه يا رب؟ يقول أفتح على الهضاب أنهارا وفي وسط البقاع يا نبيع أجعل القفر أجمة ماء والأرض اليابسة مفاجر مياه فالآية دي بتبين عمل الروح الكدس في العهد الجديد وطبعاً عمل الروح الكدس في العهد الجديد ما كانش ينفع يتم من غير الخلاص كده كان لازم يجي المسيح الإبن ويتجسد ويفدي البشرية ويصلح الطبيعة ديت ويقول بقى إيه أرسل لكم معزي آخر يمكث معكم اللي هو إيه الروح الكدس آية تانية برضو عن الماء اللي بيجدد اللي هي آية مشهورة خالص في تيتوس اتنين خمسة ودي بنقراها في سر المعمودية والبل بمقتدع رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وإيه بياخد طبيعة جديدة يعني بيخش إنسان وبيطلع واحد تاني بيخش إنسان زي الأرض اليابسة وبيطلع إيه أرض حلوة ممكن تجيب ثمر فهو دوت عمل روح الكدس بيجدد الطبيعة بيخليها إن هي إيه تقدر تجيب ثمر في حياتها أيضا المية زي الروح الكدس في إن المية دي من أنهار وفيرة يعني المية مش بتنتهي من أنهار وفيرة وبرضو روح الكدس عمل ولا ينتهي عشان كده سيد المسيح اللي قاله كده من آمن بيه كما قال الكتاب تجري من بطني إيه أنهار 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 ما حي يعني عمل لا ينتهي قال هذا عن الروح وفي يحنى 3 أربعة وثلاثين من الآية الآية دي من الآية الآية دي يحنى 3 لأن الذي أرسله الله يتكلم بكلام الله لأنه ليس بكيل يعطي الله الروح يعني عمل الروح فينا عمل زي الأنهار 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 الوفيرة بالضبط اللي هي اتقالت هنا ليس بكيل يعني مفيش مجر مفيش كم معين لا ده زي الأنهار الوفيرة مين الآية الآية دي يا جماعة لأنه ليس بكيل يعطي الله الروح مين الآية دي ده يحنى المعمدان يحنى المعمدان زي الأنهار الوفيرة برضو عمل الروح الكدس أو الله يعطينا الروح الكدس ليس بكيل اللي مش بيقولنا هديكو حبة قد كده وخلاص لأ ده كلما الإنسان ربنا يلاقيه نهو بيجيب ثمر يديره أكتر يديره أكتر مش كده حاجة تانية في المية المية مجانا عمل الروح الكدس مجانا يعني ايه يعني مش بندفع فيه ما أقصدش فلوس لكن أقصد إنه ربنا بيعطي الروح الكدس لكل إنسان يطلبه كل إنسان يطلبه طب هل الإنسان الخاطئ إنسان الخاطئ هل الروح ربنا يعمل فيه يقول له الطوبة لو الإنسان الخاطئ طلب عمل روح ربنا جواه ربنا يعمل فيه بروحه طب الإنسان الخاطئ ده ما عملش حاجة يعني ما عملش أعمال صالحة وهو مش إنسان كويس وبمعنى آخر ما يستهلش يعني ما ما عملش حاجة في المقابل ربنا يقول لا عمل الروح مجانا في أشعية خمسة وخمسين أول آية يقول أيها العطاش جميعا هلموا إلى المياه العطاش ديت بترمز الإنسان خاطئ بعطشان للبر الإنسان الخاطئ عطشان للبر أيها العطاش جميعا هلموا إلى المياه تعالوا وأنا روحها يعمل فيكم ويتهركم وينقيكم والذي ليس له فضة اللي معهوش واحد يقول رب أنا معيش يعني أجيلك بأي وش لأنا ليس لي أعمال صالحة أنا إنسان حياتي كلها في الخطيئة ما عنديش حاجة ليس لي فضة يقول تعالوا اشتروا واكلوا نشتري بإيه ببلاش مش عايز بينكم حاجة هلموا اشتروا بلا فضة وبلا ثمن خمرا ولا بلان فاللي ما عندوش اللي هو فقير مش معصود فقير في المال لكن الفقير في أعماله لكن عندو اشتياء ويطلب ربنا ربنا يعمل فيه بروحه لابد تكون إيه النتيجة خمرا ولبنا الخمرا في اللي كان المقدس بيرمز للفرح فدي ثمرة من ثمرة الروح الكدس واللبن هنا بيرمز للتعليم يعني معنى الآية دية ربنا بيقول لكل واحد خاطئ تعال بس اطلب ان انا اتهرك وانا روحي يعمل فيك وهتأتي بطمر فرح وأيضا هأعلمك ما هو الطريق فالماء مجانا زي عمل روح كدس أيضا فينا مجانا ايه برضو حلوة تاني في الرؤية 22-17 الروح والعروس يا قولان من هنا الروح الروح الكدس مين العروس اللي كان يسم يقولان تعالى يقولوا مين للمسيح تعالى امين تعالى ايها الرب يسوع ومن يسمع اللي هيسمعهم من اللي حواليهم هيقول زيهم فليقول تعالى ومن يعطش فليأتي فليأتي ومن يرد فليأخذ ماء حياة مجانا فهنا الروح الكدس يحرك مشاعر الإنسان اللي هي الكنيسة علشان يكون لها اشتياق لمجيء المسيح فالروح الكدس لما يعمل جوانا يبقى الواحد ايه مش عايز حاجة من الارض يقول له يا رب تعالى امين تعالى ايها الرب يسوع فهو اللي بيعمل في الكنيسة عشان يكون لها اشتياق الحياة الابدية مش كده طب لو ما عملش فينا هذا الاشتياق هيبرد فهو اللي بيعطى فينا الحرارة حرارة الاشتياق للحياة الابدية ونقول للمسيح تعالى ولما الروح يعمل في الكنيسة هتجيب آخرين والآخرين هي مش مصود بيهم اللي جوها الكنيسة مصود اللي برا الكنيسة فالروح يعمل في الكنيسة بيبقى عندها اشتياق وطول المسيح امتى هتيجي وتوصل زي الورس يقول لي اشتياق انا انطلق وأكون مع المسيح يقول الناس اللي يسمعوا يقولوا ايدا الناس دولا هما بي ازاي سايبين الدنيا وعندهم اشتياقات ويبدأوا يعرفوا المسيح هما كان يقولوا المسيح تعالى فده عمل الروح الكدس طب وفي الاخر ايه لا يحصل ومن يرد فليأخذ ماء حياة مجانا يعني عمل الروح الكدس فينا مجانا اللي مطلوب هنطلب نطلب عمله فينا ونصلي علشان يعمل فينا باستمرار فكرين اللي قلناه الماية تعمل ايه تناقي وتخسل زي الروح الكدس بيناقينا ويغسلنا وبيجدد الروح الكدس بيجدد الحياة يبقى الواحد خلاص مات كده وستلف الخطيئة لحالة الموت يوم الروح الكدس ايه يحيي تاني بالتوبة وبعدين المياه تعمل ايه تاني وانا يدقي ويجدد خاص بالحياة يعني بيجيب ثمر وانا يجيب ثمر والمياه زي الانهار وفيرة فبرضا عمل الروح كدس وفير جوانا الانهار لا تنتهي وبعدين اخر حاجة قلناها مجانا المياه بلاش يا جماعة حد بيشتري يعني مش ببلاش قوي يعني هنا بنتفع فيها في مصر يعني مش ببلاش قوي يعني لكن ايه لو واحد عطسانه وعده يعني هي لقي مياه مش بالنعم اه لقوا المياه مجانا برضي يعني لو واحد لو عد على نهره وشرب منه حاد يقول له هات هات من المياه اللي شربتها هات من المياه ميش النار هناخد النار ونكتبه عشان للوقت متى ثلاثة احداشر انا اعمدكم بماء للتوبة ولجنة الذي يأتي بعدي هو اقوى مني من اللي قال له الكلام ده يحنى المعمدام الذي لسته اهلا ان احمل حزائه هو سيعمدكم بالروح القدس ونار الروح القدس ونار الروح القدس ونار المعمودية اللي هما ايه اللي هما مية المعمودية مية المعمودية بحلول الروح القدس فيها تصير كالنار تحرق الخطايا ده معنى الروح القدس ونار اقول ثاني مية المعمودية بحل فيها روح القدس فتبقى نار حائقة يبقى عاملة زي النار اللي بتحرق الخطايا فالمية المعمودية دي مش مية عادية ولكن الروح القدس بحل عليها طبعا بصلوات واحد يقول لي طيب يعني انت ليه مصدق ان الروح القدس بحل في المعمودية اللي خليك مصدق يعني هيا رأيكم يعني عندنا معمودية وجاي بابا وماما معاهم الولد وانا قلوا بحل ذلك وانا قلوا بحل ذلك وانا قلوا بحل الروح القدس وسيقوم بحل ذلك وانا قلوا بحل ذلك مية فيها روح القدس وابنكم عندما ينزل فيها المية دية تبقى عاملة زي النار لتحرق الخطايا اللي جواه ويطلع ايه واحد ندير جديد فيقولولي طيب ايش دمرنا ان كلامك دوات صح رد علي ازاي المسيح الكده الايه ايه المسيح الكده نيكوديموس لم يولد احد من الماء والروح لكن ما بكلم في حتة الايمان انا عايز اصدق ان الروح الكدس بيحل في الماء الماء ديت انا شايفها ماء عادية لكن هي الحقيقة ما بقتش ماء عادية بقيت ماء عاملة زي النار اللي ما ينزل فيها الطفل تحرق الخطايا اللي فيه ويتولد انسان جديد تحرق الخطايا اللي فيه ايه 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 ما انا عارف معنى السر لكن لو واحد عايزنا اشرح له عشان يفهم ويصدق اشرح له ازاي دي لازم يصدق دي ما فاش ما فاش بيعايز ايمان بيعايز ايمان اه سؤال نسيح ما فاش بيعايز ايمان ايه 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 ما ايا ايه فدي عايزة ايه عايزة ايمان عايزة ايمان لانه بصراحة ما حدش بيشوف الروح كدسوها بينزل كده لكن ايه مؤمنين مصدقين فدي ما لهاش اجابة غير الايمان اه اه بالزبط حتى اه يعني اللي عايز شوف الروح بناه ونازل على المية طب انت انت كانسان انا كانسان في روح انا بشوف روحي انا بتشوف الروح الاخرين ايه عايزة ايمان النار بيناقي اشعية اربعة اربعة دي برضو نبوة عن عمل الروح الكدس في العهد الجديد يقول اذا غسل السيد من السيد الله اذا غسل السيد قدر بنات سهيون فدارة هنا بترمز للخطية ونقى دم ارشاليم من وسطها بروح القداء القداء وروح الاحراق اول حاجة دمه الروح الكدس يعطينا غفران الخطايا ويخسلنا من اقزرنا يقول ونقى دم ارشاليم يعني ايه نقى دم ارشاليم انا جبتلكم الاية اللي شبهها اللي هي في اخر نقى دم ارشاليم اللي هي لما الروح الكدس بيعمل فينا في المعمودية مش هنتولد من دم اللي احنا قبل كنا تولدنا منه لأ هنتولد من دم جديد الدم نفسه اتناقة ليه بالظبط زي اللي اتقالت الاية في يوحنى الاولى يوحنى صحيح الاول 12 اولاد الله الذين يورودوا ليس من دم ولا ما شئت جسد ولا ما شئت راجل بل من الله ولده 12 المعمودية بتخلينا نتولد من دم جديد مش من الدم القديم عشان يقول نق دم ارشاليم وبالتالي اللي يتولد مش هتولد بقى بالخطية وبالطبيعة الفزدة لا هيتولد طبيعة جديدة ويدولد بدون خطية وهنا ينسم الروح الكدس روح القضاء وروح الإحراق روح القضاء ليه لأنه عمل زي القاضي ويدين ويبكت وبرده ممكن يدافع ممكن يبرق زي عمل القاضي زي القضاء واحد عليه قضية ففيه داخل في مرحلة القضاء فالروح الكدس هو اللي بيعمل يشفع فينا وأيضا روح الإحراق لأنه بيحرق الخطايا هنا في الأول زي عمود النار وكان الرب يصير أمامهم نهارا في عمود سحاب ريهديهم في الطريق وليلا في عمود نار ليضيء لهم ينبوى عن عمل روح الكدس هو بيرشدنا هو اللي بيناول لنا الطريق والنار بيفحص صفانيا واحد اتناشر يقول إيه ويكون في ذلك الوقت إني أفتش أرشاليم بالسرق بالسراج والحطة دي متخدة في كلمات المعمودية يقول رب يا من فتش أرشاليم بالسراج فتش خزائن كلوبهم الناس اللي هيتعمدوا وإن كان أشر الشيطان مخفيا فيهم فأكشفه وليه علن فالروح الكدس عمل زي النار واحد ماشي بالسراج بيدور على التراب عشان ينظف فبرده رح كدس يفحص جوانا عشان يشوف الضعفات والحاجات اللي احنا مش ريفينها هو يظهرها لنا يفحصها عشان يكون لنا نقاوة القلب النار يفحص أيضا كولونسوس الأولى اثنين عشرة نقاوة في الروح اللي بتقول لا يقدر أحد أن يقول أن المسيح رب إلا بالروح الكدس فالنار يفحص يفحص أعماق الله ويظهرها لي وحدة وحدة على قد ما أنا أستوعب نقاوة 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 ترجمة نانسي قنقر